النجاح فكرة كتير ناس حاولت تتلخصها وتفهمها وتشرحها وتطبقها بس بتحس انه لسه ما في طريق واضحة لتوصل اللي بدك ياه شو ما كان المجال حيث يكون عندنا وصفة شغلة الواحد يقدر يحكي اوكي انا لو عملت واحد اتنين ثلاثة بوصل الحياة وقتها بتكون كتير سهلة وعشان ما في وصفة وما في طريق واضح صفة اللي بنجح واللي بوصل هم الأقلية بس هذا لا يعني عزيزي وعزيزتي المشاهد انه احنا ما منقدر نوصل لانه فيه عندنا كتاب اسمه Outliers حكيت عنه شوي على تيك توك بس بدأت عمق فيه شوي اكتر لانه ببساطة الكتاب حكى عن النجاح من منظار جدا مثير للاهتمام وحكى عن عوامل كتيرة وبعد ما انت تقرأ وتعرف عن هاي العوامل وهي شغلة انا ما حكيتها على تيك توك هتعرف ايش معنات انه النجاح رزقه وانه ربنا لما يكتب لك انه اش يصير حيصير ولما ما يكتب لك انه يصير ما حيصير فالكتاب بشكل عام بياخدك في رحلة مختلفة ناقش بيعرض حياة ناس كتيرة من خلال رواية قصص حياتهم سواء كانوا مهاجرين راحوا على بلد جديدة سواء كانوا ناس نوابغ وعباقرة وما نجحوا او ناس قدراتهم كانت عادية بس نجحوا فانت بتطلعوا بتشوف وانت عم تقرأ بينك وبين حالك هتبلش انت تحكي بتذكر شخص كان في موقف شبيه او بتذكر انه والله فيه شخص ما نجح ما كنا عارفين ليش او فيه شخص سبحان الله ربنا فتح عليه بس احنا مو متأكدين ليش فبيكون عندك اسباب كتيرة طبعا انا على تيك توك فيه شغلات حكيتها ما بدأ ارجع عيدها عشان الناس اللي حضرت ما ترجع تزهق بس باختصار حكيت عن اهمية السنة اللي انت مولود فيها انه انت لما تنولد في سنة معينة يمكن تتخرج من الجامعة وتلاقي حالك انك انت في نص حرب او تلاقي حالك بنص قزم اقتصادية فكيف بدك تلاقي شغل وكيف بدك تدير بالك وما كان فيه ازمة اقتصادية فرص الوظيفة وفرص انك انت تقدر تساعد اهلك صارت اعلى وانت ما عملت اشي انت سبحان الله انولدت وانت ما بتتحكم في امت بتنولد قدرة رب العالمين صح تاني اشي حكينا عنه بالفيديو موضوع الذكاء الاي كيو احنا في حياتنا تعودنا على موضوع الامتحانات والسات والتوفل وامتحانات الجامعة وبعد الجامعة لو بدك تروح بتدرس ماجستير او دكتورة بدك تعمل الجيمات او الجير اي فيه كتير امتحانات وهدفها تشوف انتل اي كيو تبعك وقديش اوكي انا ما حقول هاي الامتحانات مية بالمية ما الها داعي بس بنفس الوقت حقول انه فيه شغلة والكتاب بقول نفس الشي الجامعات والمؤسسات ما عم تمتحن عليها اللي هو الذكاء العاطفي اللي هو قديش احنا بنعرف نفهم مشاعرنا ونفهم مشاعر الناس التانين عشان الكتاب يناقش هاي النقطة حك عن الصين الصين بلد ضخم جدا وفي هاي البلد الضخمة فيه نباتات من انواع مختلفة بتطلع وبتنمو فيه نباتات في جزء معين بالصين بيحتاج تعب وجهد وتفاني ويعني اللي بدكم يا عشان تطلع عن النبتة هاي وبد هاي يعني انك تدير بالك وتصحى من الصبح صبح 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 وتضلك لاخر الليل وانت بس عشان مساحة صغيرة من هاي النباتات تطلع بطريقة صحيحة في جزء تاني من الصين فيه نوع من النباتات بس لو مطرت الدنيا انت يعني خلص مش لازم تتصرف حتى ندفت هالمطار كافية انه النبات يطلع ورب العالمين هو بدير باله عليها الكتاب درس الناس اللي بطلعوا من البيئة اللي فيها النباتات الصعبة وانه كيف هم عندهم بعض الخصل او بعض الشغلات اللي هي مهمة للنجاح مثل انه الواحد يكون مستعد انه يتعب انه الواحد عنده الاصرار انه يصحى يوم بعد يوم بعد يوم عشان ينجز مهمة معينة انه واحد ما عنده فكرة الاستسلام بسهولة وقارنها بالناس اللي عايشين في المناطق اللي النبات بطلع بسهولة ما في داعي انك انت تتدخل وشاف انه الناس اللي بطلعوا من البيئة التانية بتاعت النبات السهل بطلعوا اللي هم عندهم اوطى موضوع الاصرار جدا جدا قليل موضوع عدم الاستسلام جدا جدا قليل كتير متعودين عن النوم الطويل والحركة الخفيفة مع انهم من نفس البلد ومع انهم ما امتحنوا امتحانات عشان القدرات الذهنية او الايكيو ما لا لا بس شافوا قديش صعوبة انك انت تنمو النباتات في المنطقة هاي وهم عرفوا ان هدول الناس لو احنا شلناهم وحطناهم في بيئة تانية هل هم حينجحوا او لا بناء على صعوبة قديش النباتات بتطع في قصة تالتة عن الطيرين وعن حوادث الطيران اللي بتصير وطبعا احنا شفنا شغلات كتير عن ناشنال جيوغرافيك وتحليل وهذا الجزء خرب وهذا ما خرب فبقولك اللي اكتاب على فكرة عشان الطيارة توقع ويصير معها حادث مش بسبب خطأ واحد او خطأين بسبب اخطاء كتير بتترتب ورا بعضها بتلاقي الطيارة خلاص ما حدلها في السماء اهم سبب وبسبب هذا تترتب هاي الشغلات السلبية التانية هو الكميونيكيشن او التواصل بين الطيار وبين الناس التانين طاقم الطيران الموجود فبقولك انت لو شخص بيخجل من انه يقول الحق او بيخجل من انه يقول انه هذا صح او هذا غلط لما يكون في مسألة حياة او موت على الارجح انت هتكون خجلان او على الارجح ما حتقدر تطلع هذا الكلام منك حتى لو حياتك وحياة الناس بتعتمد عليها فبالكتاب بتشوف انت قصص مختلفة واساسها كان التواصل التواصل ما كان موجود لانه الشخص كان مسحي او كان خجلان وبسبب هذا الشخص وخجله الطيرا وقعت فكتير ناس يمكن بعد ما شافت فيديوهات التيك توك او بعد ما قرأت الكتاب بتقول طيب محمد انا حاسس انه هلا صار عندي حجة لو انا ما نجحت انه انا انولدت في سنة فلانية انا نولدت في سنة فلانية فانا ما نجحت الكتاب شرح لي اياه وخلص انا بدي استنى من هون لاموت لا فكرة الكتاب مش انك انت تبرر لحالك ليش ما نجحت فكرة الكتاب انك توضح لحالك ليش انت ما وصلت رغم انك انت عملت اكتر من اشي صح فعشان انت تحلل حالك وتشوف لو والله فعلا المكان انت عايش فيه ما عنده الامكانيات انه يوصلك طيب يمكن تحتاج تسافر لو انت موجود في بيئة معينة ما بتساعد بموضوع انك انت توصل اللي بدك ياه يمكن لازم تطلع منها وتغير لو موضوع التواصل هو مسبب لك مشكلة على الاقل انت عارف لازم تشتغل عليه فبتشوف اكتر من وجهة نظر اللي بتأثر عن النجاح وبتشوف انت بالنسبة لك شو اكتر شغلة لازم تشتغل عليها فعشان هيك لما تقرأ انت الكتاب وجهة نظرك لموضوع النجاح كله بختلف لانك انت بتبطل بس تقيس نجاحك بناءا على علامات او بناءا على والله انا باخر الشهر قديش خلصت شغل بتبلش تقيس على شغلات كتيرة عشان تعرف انت كيف فعلا تتحسن اكتر واكتر وانا بالنسبة لي فعلا هذا الكتاب من اجمل واحلى الكتب اللي انا قرأتها هلأ كانتقاد بسيط بصراحة اخر جزء اللي كان بيحكي عن الصين كتير كان مفصل وكتير كان طويل مقارنة في بعض الاجزاء التانية فانا كنت بتمنى لو انه كان شوي اقصر ولكن هذا لا يعني انه الكتاب سيء بالعكس وانصحكم كلكم تقرؤوه وطبعا فيه منه بالعربي حنحط صورته هون شوفوا اذا ممكن تشتروه اونلاين او من المكاتب الموجودة حواليكم الانتقاد التاني بدايته يمكن اول 3 ا4 صفحات استحضم فيها اسامي كتير غريبة وانا حكيت انه معقول الكتاب كله يكون هيك غريب بس لا بس اول ما خلصنا اول كم صفحة الكتاب كان اسلوبه كتير حلو لدرجة انه بعد ما خلصته وقرأت كتب تانية كتير صار مستوي يعني توقعاتي عالي بالنسبة للكتب التانية فجدا جدا رائع فانا لو بد اقيم الكتب لانه حن يعني في الفيديوهات الجاية حنشوف اكتر من الكتاب لو بد اقيم هذا كسهولة قراءة بعطني ممكن 9 من 10 بجنن بصراحة اسلوب الرواية 10 من 10 الفائدة 10 من 10 كتاب بنصح كل حدا يقرأه كل حدا شو مكان اهتمامك شو مكان مجالك فبصراحة ممتاز وانا مبسوط اني قرأته وشكرا لكل حدا انه نصحني فيه بتمنع ان الفيديو يكون عجبكم حبيت اني حبيت الخص لكم بعض الشغلات من الكتاب بس ما احرقوا كله عليكم عشان تستمتعوا وتشوفوا بعض المفاجآت كمان لما تقرؤوا وشكرا لكل حدا حضر في النهاية ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة